عايز اخدك ليه منتخب مصر الاول هو الحدث منتخب مصر الاول في الكاس الوامر الافريقية انتقضت عنيفة واضحة جدا لكيروش في اول مباراتين تحديدا مبارات المنتخب النجير استمرت شوية بعد كده في مبارات غينيا بيساو رأيك ايه في اداءنا في كاس الوامر الافريقية اللاعبين وجهاز فني طيب هو طبعا خلينا ان نتفق في الاول ان الكيروش اسم كبير في التدريب وعنده نجاحات وعنده حاجات كويسة عملها قبل كده وتجاربنا مع المدربين البرتغال تجارب نجحة سواء يعني كلها على مستوى الاندية ولكن تجارب نجحة ما انه وجهازين مع الناد الاهلي نجح فريرا نجح معنات الزمالك باتشيكو نجح معنات الزمالك وباتشيكو من ضمن الناس اللي راحت وجدت مرتين برضو طبعا طبعا وبيرا كان مدرب كويس برضو مظبوط بيرا مدرب كويس ومرشح كل شوية ان هو يتولى فريق في مصر فنجادة نجح ونجح وكان موجود مع المنتخب الولمبي قبل كده اذا عندنا التجارب نجحة مع المدربين البرتغال لانهما ثقافتهم قريبة شوية مننا انما خليني اقولك ان الناس كلها بعد التغيير بتاع كابتن حسان بدري اللي هو كان تغيير مفاجئ بسبب الاداء ودي كانت حاجة جديدة في عالم كرة القدم انك بتغير عشان الاداء مفيش مشكلة عادي نبارك التغيير وكل حاجة ولكن كنا متوسمين بان يحصل اداء مختلف شوية ممكن الاداء لسه ما وصلش لمرحلة المتعة بالنسبة للجمهور المصري او بالنسبة للشارع المصري او بالنسبة للرجل اللي بيتفرج وعايز يستمتع بالمنتخب المصري وبيستمتع بالاداء المنتخب المصري بس خلينا اقولك ان في مرحلة بتبقى الشعار النتيجة اهم من الاداء واحنا في المرحلة دي احنا في مرحلة النتيجة اهم من الاداء بص معادلة ما بين النتيجة والاداء هتفضل لغاية البيضة الاول ولا الفرخة يعني هنفضل في الديلمانة دي بس هنا المشكلة كابتن واقل انه في اول مباراة ما كانش فيه نتيجة ولا اداء عشان كده الناس كلها تعصابت يعني انت عارف برضو مباراة غينية بيساوي عدت شوية لغاية ما كانش كويس عشان انت قلته ده النتيجة تلات نقطة بس مباراة المنتخب النجيلي لا اداء ولا نتيجة وحاجات غريبة في الملعب بص الحاجات الغريبة تداركها في المباراة التانية وبعد ما تداركها في المباراة التانية اعتقد لو لعب بنفس الطريقة ونفس اللعيبة في المباراة اللي جاية بتاعت بكرة اعتقد ممكن يعمل اداء كويس لان المكسب بيجيب مكسب والثقة بتجيب ثقة ومنتخب مصر اعتقد في المباراة المجمعة او في البطولات المجمعة بيقدر ان هو واحدة واحدة يخش فيه الاجواء مرة تانية يعني مش عايزين نخش في مرحلة تقييم دلوقتي لان خلينا دايما نتكلم على ان التقييم لازم بعد المرحلة مش في وسط المرحلة في وسط المرحلة ده ده تفطيس في وسط المرحلة ده ده يبقى انا عندي اغراض معينة او اجندة معينة عايز ان انا اتكلم فيها انما خلينا اخد المرحلة بعد ما تنتهي ونبدأ نقيم ونقول والله احنا كجمهور نقول والله كان الافضل ان يحصل كذا وكذا وكذا والله الرجل اللعبنا كرة كويسة والله الرجل حق نتائج كويسة نبدأ نشوف الكلام ده كله انما وكمان المسؤولين بقى هما اللي هيبقى التقييم بتاعهم تقييم مختلف عن تقييم الجمهور لانه هيعودوا مع الراجل بورقة والقلم ويشوفوا الدنيا فيها ايه طب ايه اللي احنا اكسبناه من بطولة افريقيا طب وصلنا للمرحلة دي ليه طب ما وصلناش المرحلة ابعد ليه طب احنا لو ربنا ان شاء الله اراد وخدنا البطولة طب خدناها بلعب وبأداء ولا ما خدناهاش بلعب وبأداء ونبدأ نتكلم مع الراجل بس بعد المرحلة اشتركوا في القناة